اهلا وسهلا ومرحبا بكم كيف كنت منكم تكونوا بخير وفي افضل احوال اليوم غادي نخدمو نموذج اخر من نموذج ديال الامتحانات مخصصة لجذوع المشتركة غادي نخدمو نموذج اخر ولكن هاد المرة ما ماشي غير اليوني ثري فور هنخدموه ابتداء من اليوني وان حتى اليوني فور ادنا الكمبريهنشن الgrammar practice communication خليكم معي حتى الاخير اذا عندنا درس كي دوي على يوم الامهات mother's day اذا غادي نقرأوا النص وغادي نفسروه غادي نقسموه احنا دبا النص على اربعة دية الفقرات يعني عندنا الفقرة اللولى وغادي نحبسوه حده هنا كدليك ونشرحات والفقرة الثالثة وكدليك واحد لا تستطور في الفقرة الرابعة The modern mother's day is celebrated on various days in many parts of the war most commonly in march april or may as a day to honor mothers and motherhood in the uk and irland it follows the old traditions of mothering sunday celebrated in march and april اذا فاضل الفقرة هدي كي يقولونها بانك كيتم الاحتفال بيوم الام الحديث يوم الام الحديث هو يعني the modern يعني حديث يوم الام الحديث في ايام مختلفة في اجزاء كثيرة في العالم والاكتر شيوعا يعني the most commonly وقعش هما كان في مارس وابريل ومي باعتباره يوم التكريم لامهات والامومة as a day to honor honor هو تكريم mothers لامهات and motherhood جزادهود ولد الامومة in the uk and irland المملكة المتحدة اولها في بريطانيا وف ايرلندا وتتبع هاد التقاليد القديمة المناسبة عيد الامومة لكي احتفلو بهاف مارس وابريل historically تاريخيا the celebration has its origin in ancient customs and traditions the ancient greeks kept a festival to see bell a great mother of greeks gods the ancient romans also had another holiday matronalia that was dedicated to juno and ancient roman goodness though mothers were usually given gifts on this day حبسوا حد هنا قلنا يعني تاريخيا نشأ الاحتفال في العادات والتقاليد القديمة احتفال الاغريق القدماء بمهرجان سيبال سيبال a great mother of greeks gods يعني الام العظيمة للالهة اليونانية كان عند رومال القدماء ايضا عطلة واحدة اخرى another holiday matronalia كانت مخصصة للجونو it was dedicated to juno an ancient roman godness الهة رومانية قديمة على الرغم من ان الامهات ان الامهات يعني عادة يعطوهم هدايا في هاد النهار هاد in europe day proclamation by julia ward hoe written in 1817 the proclamation was tied to hoe's feminist believe that women had a responsibility to shape their societies at the political level احنا كيقولون يعني في اوروبا بانك العديد من التقاليد القديمة كيخصو يوم احد لتكريم الامومة والامهات where specific sunday يعني كخصو يوم احد sunday هو يوم الاحد اوكي لتكريم الامومة والامهات في حل عيد الام وهو عيد مسيحي كيحتفلوا به في جميع انحاء اوروبا هما بمسبلهم را عيد مسيحي يعني داخل في الديانة المسيحية وكيصادف هاد اليوم هادا يوم الاحد الرابع في الصوم الكبير انا كيقولكم هاد شي كله يعني داخل في الفرائد والوجبة ديانة المسيحية واحدة هاد الدعوات الاولى الاحتفال بعيد الام في الولايات المتحدة هي اعلان عيد الام اللي اكتباته جوليا ووردهاو اللي تكتب عام 1870 وكان مرتبط باعتقاد هاو النسوي بأن النساء كتحملوا مسؤولية ديل تشكيل المجتمعات ديالهم عن المستوى السياسي كيقولنا بأن الدباء اليوم قلت العطلة شائعة بزاف في جميع انحاء العالم وكيستغلوها الناس كفرصة كتشيد بالامهات وكتشكرهم على الحب ديالهم والدعم ديالهم وكان كذلك تقاليد اللي كيقدموا فيها الظهور والبطاقات وغيرها من الهدايا في هاد المناسبة اذا نفهمنا النص ندوز الكمبريهانشن إذن في الكمبريهانشن واختصار الوقت أنا جاوب تحييهم وليتوم لكم في الول خاوي ومن بعد أنا جاوب تحييهم أنا في الكمبريهانشن number one mother's day is celebrated on the same date around the world قالونا هنا بأن يوم المرأة هو كيحتفلو به في نفس في نفس تاريخ حول العالم وش صحيح أو خطأ هو it's false أنا شنو قلنا في الفقرة اللولى الفقرة اللولى عندنا the modern mother's day is celebrated on various days in many parts of the world يعني في أيام مختلفة والأكتر شيوعا في مارس وابريل وما يعني كل واحد وفقاش كيحتفل به كيلي كيحتفل في شهر مارس وكيلي في أبريل وكيلي في ما يعني حتى الشهور مختلفة يعني بعادين نشوفوا الإجابة إذن قلنا بأنه خطأ ما كيحتفلوش به في نفس تاريخ مشي في نفس date false مني يكون false دي ما حسكون justification علاش قلنا mother's day is celebrated شوفوش الطريقة للإجابة mother's day is celebrated on the same date around the world وحنا قلنا خطأ علاش خطأ هنا هنعاود نقوله mother's day is celebrated on غادي تمسحوا هادي وغادي تقولوا الإجابة الصحيحة نحن حد هنا نحن حد هنا نحن حد هنا قلنا نقولوا الإجابة الصحيحة هاد الشي هده ولي خطأ أما هنا صحيح mother's day is celebrated on ونمشيوا الإجابة الصحيحة on various days in many parts of the world هاده هده يطريقة السهلة وصحيحة باش نجاوبوه على الكمبريهانشن رقم جوش the celebration origin is ancient إني أن أصل الاحتفال هو قديم was true ولا false it's false علاش حيث هنا في النص قالوا نعم الأصل ديال المناسبة باش نهو يعني مشي غير هكك جا قديم لا غير هكك قديم وصافي يعني في حالات شي ديال الديانات في حالات شي ديال الفرائد يعني غير جا صافيحنا كنتبعوه لا وتاريخيا the celebration has its origin in ancient customs and traditions يعني عندها تقاليد وعندها عادات فكان the ancient Greeks وعندهم the great mother of Greek gods يعني الأم العظيمة للآلهة اليونانية يعني هو الأصل اللي جالها هو عند الغريك عند اليونان وكذلك عندنا an ancient roman godness وكذلك الإلهة الرومانية القديمة يعني عند الرومان وعند اليونان إذن it's false هذا لاش قلنا false يعني هو الأصل ماشي غير قديم وصافي celebration's origin is ancient في الجواب وغادي نقوله the celebration has its origin in the Greek and Roman tradition يعني إجابة ساهلة وبسيطة وحتى الأستاذ غادي يعرفنا بإنا نفهم من النص رقم ثلاثة mothering sunday is observed in the United States لأنهم لاحظوا أو لوحظة يوم الأحد فين في United States في الولايات المتحدة وش صحيح أو خطأ هو it's false إلا تعقلوا في الفقرة قرينا على قرينا specific sunday ها هو قرينا where a specific sunday ولكن فين اليوروب in europe there were several long-standing traditions where specific sunday was said to say to honor motherhood and mothers كذلك which is a christian festival يعني هو كان في اوروبا وهو عيد يعني مسيحي ولكن كان حتى في اليوري والتي والتي يعني إعلان يوم الأمهات من خلال جوليا وارد فإذا هات celebration فهي ما تلاحظة شغل في الولايات المتحدة ولكن كي نحتف اوروبا إذن mothering sunday is observed in the united states it's false فعدي نقول mothering sunday is observed in إحنا دبما متتفقين شعلا اليونارا estates يعني هي اللي خاطئ عاد نقول mothering sunday is observed in europe and in the united states يعني غدي تبدأ بالحاجة اللي هم ما ما عطوها الناش هي اليوروب وعاد غدي نقول and in the united states هك أفضل ما شغل نقول mothering sunday is observed in united states and europe لا بهد الأسلوب هذا in europe لأنو مذكرو هلناش وعاد in the united states number four in the united states mother's day was initially related to the feminist's demands to recognize the importance of women لأن لأنه في الولايات المتحدة كان عيد الأم مرتبط في البداية بمطالب النسويات بالاعتراف بأهمية المرأة وش صحيح أو خطأ هو أكيد صحيح كما ذكرتنا جوليا وورد هو حقا ربطوا الإعلان جيل عيد المرأة واللي صدراته جوليا وورد بالإيمان جيلها النسوي بأن النساء كتحملوا المسؤولية ديال تشكيل المجتمع ديالهم على المستوى السياسي واللي قرأناها في الفقرة هذي ها هو mother's day proclamation يعني هو الإعلان ديال يوم المرأة باي جوليا وورد هو written in the proclamation was tied to how's feminists believe that women had responsibility to shape their societies at the political level وهد نوع ديالنصوص فغادي تقرأوها ان شاء الله اللي غادي يتبع شربة ديال لغة الإجيزية فغادي تقرأو بزاف هد نوع ديال النصوص اللي كيدوي على الفمينيست وفي الإجابة ديالنا قلنا mother's day لأنه وصحح it's true mother's day proclamation by جوليا وورد was tied to her feminist belief الاعتقاد ديالها النسوي فعمني كيكون true ما تحتاجوش أنكم تعطو justification ولكني بنسبة لكي بغي يزيد يعني كي يأكد الأستاذ بأنه فهم النص مزيان فقدروا سعطو justification وندوزو grammar complete questions one to four with comparatives يعني غادي نكملو هاد ال questions هادو شوفو معايا مزيان لاحظو questions عطينا علامة استفهم لأن الإجابة غادي تكون شكال آخر with comparatives comparatives اللي هما كنديرو الأدجكتف مراه R مراه done إلا كان small ولكن نديرو more وعد done وما هادو comparatives إذن عندنا number one عندنا WH question فهنا ما غادي نقوله which country is موناكو or vatican وعطينا small عطينا adjective small هو اللي غادي نديرو به comparative إذن هنشنو غادي نقوله عدا small هو short adjective يعني كنديرو غير R الأخير وكنديرو than smaller than ولكن هنه عندنا question فهنا ما غادي نقوله which country is smaller than monaco or vatican لا اهن دارو الكاما غادي تبدا كلمة اخرى قلو انه هنا country يعني هنا بالد اللي هو صغير واش monaco ولا vatican إذن هنه غادي نقوله is smaller وغادي نحبسه monaco or vatican عدنا علامة الاستفهم فهنا ديما ما تكملوش دان نين تلقاو الكاما فما تكملوش فوقاش تكملوه منين يكون عندنا الاختيارات ما بينجوش حاجات مثلا نكون قلونا monaco ويديرونا هنا less pass وعاد يقولونا vatican ويعطونا smaller نقولو monaco is smaller than vatican ولكن هنا ما اعطوناش الاختيار هنا في النص الجملة اللي ولا قبل ما يديرونا الكاما ما اعطيناش الاختيار عطينا هيا الاسؤال which country is وهي الاصغر فقط بعد كسب دي جملة اخرى اذا انا هيا نحبس ونقولو which country is smaller monaco or vatican رقم جوش which waterfall is niagara niagara falls or victoria falls وعدنا الادجيكتيف هو hi hi شوفو فيه واحد جوج ثلاثة ربعة غير ربعة جيل الحروف يعني هو short adjective short adjective كنزيدو اغم بعد done ولكن عندنا كذلك الكاما فهنا غير كيسولو ناشكون فيهم اللي عالي وش شلالة niagara ولا انهار وشلالات niagara ولا شلالات victoria ادن غدين نقولو which waterfall is غدين نزيدو اغم is higher niagara falls or victoria falls رقم ثلاثة which lake is اغم large و short adjective اغم 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 فتالي ولكن اغم اغم فغدين نحيدوها ولندلو اغم 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 larger the caption sea or lake superior number four which city is hong kong or kairo crowded مزدحمة مزدحمة اغم مزدحمة مزدحمة وش القاهرة وال هون kong فاكيد لحطو بان kroeder فهو crowded فهو short adjective اغم مزدحمة اغم 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 مزدحمة فهنا اغم long adjective شنو كنديرو 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 more قبل منو than mora ولكن من عندنا هنا الكاما وعاد عندنا كذلك فخاز واحدة اخر وعال ما تلسي فهم يعني هدا سؤال فما غديش نديرو than فإذا غدي نقول which city is more crowded hong kong or kairo جزول التمرير الاخر complete the conversation يعني غدي نكمل الحوار ولكن هنا عندنا اسئلة فاشنو غدي نقول how much is bag bag يعني ذلك شكارة اللي كتكون على الظهر bag bag which the red it's هذا الثامن but green الاخضر is only that's not bad can I see it please هذا هو الحوار صغير هنا عندنا الدرس di alwan ones this and these وأكيد انتو ماراكم راجعتوهم وعارفين داب احنا حاليا كيف تشوف ديما شوف الموكل الموكل عندنا هنا هو is يعني شحاجة singular how much is this bag bag فهنا تقدروا تقول this ولا that لان بجوش بهم singular احنا اخترنا يعني احنا اخطرنا احنا 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 which singular لان عدنا is فاذا which عدنا singular ودرنا this فما ما درناش those انو مكيش plural كان singular اذا عدي نقول which one ما عديش نقول ones which one فاذا قال له لقيت له انا وحدة قال له the red انا الحمراء الحمراء انا وحدة the red one it's 36.99 دولار قال له يعني بان ها 36.99 دولار و99 ولكن هاد الخضراء دير غير 22 دولار اذا احنا نقول about this green او او لات green او 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 هذه الخضراء هاد الخضراء يعني this green one is only 22 دولار ايدان but this green one is only 22 dollars that's not bad can i see please يعني هاد مش قبيح يعني مش نقدر نشوف ايدان دوزو التمرير اللاخور قالونا complete the following questions with appropriate question words يعني غد يتكمل هاد الquestions هاد باسئلة مناسبة فهد تمرين هاد with appropriate question words question words ولا wh questions يعني هاد هوا اللي غدي تستعمله فهنا خسكن تستعمله wh questions كون نقرينا what where who where when الى اخره فغليت ترجعوا الدرس اللول هاد في unit one ولا unit two نشوف معايا السؤال لول قل what do you do هنا عطي الناس سؤال يعني مخرجين لش نقدير عطا do I'm I'm a full time student I study the violence and نخص ندلو wh question do you to school يعني ادنا المكان ادنا المدرسة هاد ينقول اين يعني where 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 do you go to school يعني فين كاسم هنا يجب ترجم هل يقول فين كاسم شي مدرسة ولكن هناك يقصد فين عندك المدرسة and where do you go to school ادنا هنا سويل قال فين كاسم مدرسة فاحنا خصنا الاجاب يكون بالverb to go ادنا قل I go to the new york school of music ادنا نمشي المدرسة الامريكية ديال الموسيقى نقل wow خصنا هنا wh question يعني عدنا علا ما تستفهم do you like your classes يعني هنا خصنا نشوف وش نفس سؤال شحل يعني كتبغي الحصص ديالك شحل مقدار ديال الحب ديالك الحصص ديالك ديالك الموسيقى ادنا سنقول how do you like your classes how نسأل همي كن بغير نعرف كم رجع الدرس ال wh questions ونتم تعقلوا على المعنى ديال هاد الاسئلة كيف كن كول how many how much ديالك how كنسأل بها على المقدار ولا على الكني ديالش حاجة ديال نسأل how do you like your school عدنا how وعندنا الفرب like how do you like your school يعني يعني يعجبوني بزاف ولا كنبغيهم بزاف إذا الجواب كان I like them a lot دوزو التمرين الثاني قبل الأخير completely using time expressions يعني سنكمل وستعمل time expressions شنو هما time expressions سنقرينا in on at before after until إلى آخره رقم 1 I get up six week days نفق مع 6 في أيام الأسبوع إذا مع 6 شنو نقول من ك يكون الساعة نستعمل at إذا نقول I get up at six on week days في الويكند في الأيام نضيف on I get up at six on week days إذا نقول I get up at six on week days عدنا رقم جوش I have lunch أخذ العشا مع 11 و نص دي من يكون عد نص ساعة عشنو ك نضيف at half past eleven mondays mondays يعني الأيام أيام الاثنين في الأيام الأسبوع أو في الأيام مثلا monday tuesday friday كل نضيف on نقول I have lunch at half past eleven on mondays شو الجملة الثالثة نجاوب عليهم عد نكتب الإجابة I have little snack مع العشرة نأخذ واحد snack مع العشرة بالليل إذن عدنا كذلك الساعة فنقول I have little snack at ten at ten ولا around ten كذلك around ten يعني حوالي العشرة كذلك هي عندنا at night night كذلك هو وره واحد الوقت هو زمن نقول at night فنقول at night at noon يعني هو واحد الوقت رقم الرابعة fridays عندنا أيام الجمعة عندنا نقول on fridays I leave school يعني في أيام الجمعة كان نخرج من دراسة يعني نقول هنا باكرا فمعدي نقول I leave school on ولا in ولا at I leave school early قرينا كذلك early يعني باكرا رقم 5 I stay up 1 am يعني نبقى حتى الوحدة I stay up يعني كان بقى وهنا غدي نقول حتى الوحدة يعني غير في صيغ دي الجمعة رقم تعرف كيف يجاوب لك حتى فكتعني until فمعدي نقول هنا I stay up at 1 am يعني هنا 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 تقول لنا أضل فعني نقول أضل حتى الواحدة I stay up until 1 am weekends نقول weekdays weekdays Monday Tuesday Friday day أيام الأسبوع فكن نستعمل on نقول I stay up until 1 am on weekends الجملة السادسة والأخيرة I sleep لنا نون يعني الظهر Sundays نكنس وعندنا الظهر فش نخص نقول فكنس حتى الظهر فوق Sundays أيام الأحد يعني on Sundays أيام الأحد نقول I sleep until noon on Sundays إذن كنت إجابا I get up at 6 on weekdays I have lunch at half past 11 on Mondays I have a little snack around 10 at night on Fridays I leave school early I stay up until 1 am on weekends I sleep until noon on Sundays يزول تمري الأخير في grammar statements with possessive adjectives رقم 1 إذن إحنا عقلين على الverb to be عارفين possessive adjectives يعني can I am you are he is she is possessive adjectives دي هم هما my your his her its our and their هنا عدنا space name is mariko يعني هنا في حرك يقول ism jerry و mariko ism jerry ana ما عدش نقول I name my name is mariko from japan يعني ana من japan عدش قل I'm from japan عدش نستعمل الverb to be family is in osaka يعني العائلة في osaka العائلة ديال من العائلة ديال انا عدش نقول my family is in osaka و كي كمل شنو كي اضرع الاخ ديال brother is in a university students الbrother ديال من الbrother ديال يعني الاخ ديال نقول كندوي عليا فغادي نقول الاخ ديال ما عدش نقول I brother is university students غادي نقول my brother is university students و كذلك name is kenji الاخ ديال هو طالب جاميه والاسم ديال هو kenji فالاسم ديال شنو عدن قل هنقول his name is kenji الجملة الثانية kathrine يعني ديش وحدة اسمي kathrine مثلا نقول انا kathrine معدش نقول my name is kathrine هن ما عطي ناش name ولا ما عطي is معدش نقول i am i am kathrine i am kathrine but everyone calls me kathie ين كل شي كاعت لي kathie كل شي كاعت لي kathie last name is martin يعني انا اسمتي انا اكون kathrine والlast name ديالي هو martin فغد نقول my last name is martin انا طالبة في city college شنو عاد نقول انا طالبة ما عادش نقول ديالي ولش حاج فغد نقول i am a student انا اكون طالبة في city college وهنا parents parents are on vacation this week اني شنو عادش نقول العائلة ديال من العائلة ديال ها ولا ديال ولا ديال عاد نقول العائلة ديال عائلتي عائلتي ما عادش نقول i ولا am parents فغد نقول my parents are on vacation this week in los angeles ش كل in los angeles شوف هنا عندنا point وعدنا الكامة يعني مازال ما كملت ش الجملة my parents are on vacation this week العائلة ديال هي في واحد العطلة هاد الاسبوع في هما في los angeles ش كون هما العائلة ديال لان نقول they are هم في los angeles وإذا هاد هي الاجابة دي ما في الجملة دير لأن الأستاذ ما ريش حسب ها لكم صحيح حال درت صغير I am Catherine but everyone calls me Cathy my last name is Martin هنا point ودرنا ديما I كتكون capital letter ديما I'm a student at city college point my parents are on vacation this week they are in los angeles there in short form the word to be نزو الآخر التمرين إذن في التمرين قالونا complete the containers and the container and amount phrases with the words from the box إذن هنا قالونا نكمل containers شنو ما ال containers هما هادو هما هادو وغادي نختارو من هاد ال words هادو اللي في هاد الب box هاد اللي جدو الهدا slice of bottle of هاد شي كامل كون نقرينا في word net هادو كنت سمو containers يعني أنا الاستدي لحط لكم containers ولا container عارفوا بانو كيدو لكم عدا هادو يقدر أصلا ما يحط لكم ش هادو نهائيا يقول لكم غين تم استعملوا containers هنا غي كتسهيل فرا حطو هادو إذن شنو عندنا سلايس of a bottle of a glass of a jar of a piece of a bowl of a bowl of هو وعاء من تهوة كنا لقينا في النصوص في unit 3 للفود جوز عصير هوني العسل الماء water cheese الجبن strawberries الفراولة الكيك كنعرفو شنو كيكا ميت واللحم سب والحساء tomato past معجون طماطن champagne champagne coke يعني المناضة fruit فوكيه jam المربا و هام ولحم ولكن لحم القنزير إذن اخصنا هادو نضعهم في البلاسة وفي المكان المناسب ادنا slice of شريح من شي حاجة نقطعها شرائح نقدر نقطعها مثلا شريحة من الكيك نقدر ناخده شريحة من لحم يعني كنقول steak كيكون شرائح إذن عندنا هنا الكيك عندنا meat slice of meat slice of cake and شنو كذلك ورقينا الهم كذلك هام هو لحم الخنزير إذن نقدر نقول slice of ham a bottle of يعني زجاجة من يعني قرعة بوتل هي قرعة قرعة لشنو نقدر نقول قرعة دي الما a bottle of water a bottle of coke يعني كوكا قرعة دي الكوكا juice العصر a bottle of juice يعني أي حاجة لي كيد هنا يطلق أي حاجة لي كيد يعني سائلة فأحطو هنا في bottle لدينا a glass of كذلك كأس من أي حاجة سائلة نقدر نحطوها هنا يعني ذلك اللي اضع هنا رحنا نقدر نحطو هنا a glass of juice a glass of water كس دي الما كس دي العصر a glass of coke كس دي المنا وكذلك وعند الشامباني نقدر كذلك نقول a bottle of champagne a jar of jar كنس حملا بزاف هاد شوية المربط وكش المعسل وهذا دي ما كنا 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 لقا a jar of jam وهنا عندنا honey العسل a jar of honey ولا a jar of jam إذا بجو يمكن هنا a piece of يعني قطعة من قطعة دي لاش مثلا a piece of fruit قطعة من الفاكهة a piece of cake قطعة من الكعك شنو عندنا اخر هنا كي تقطع ادنا cheese الفرماج قطعة من الفرماج a piece of cheese الفرماج مثلا الحمر ولا الجبن ذاك شري تقطع هنا تقدر تاخد منه قطعة a bowl of وعاء من وعاء من ناش الوعاء أو الصحن تقدرون تقولوا a bowl of roots يعني صحن الفاكهة a bowl of strawberries صحن أو وعاء من الفراولة كذلك هنا اللي كين a bowl of soup يعني وعاء من الحساء أو صحن من الحساء فنقدرون نستعمل a bowl of اذا كانت هذه الاجابة لدينا slice of cake of meats of ham a bottle of juice of coke of champagne a glass of water coke champagne juice a jar of honey jam a piece of cake cheese fruit a bottle of soup of strawberries of fruits this is communication then for communication if you want to buy a sweater ask about a place to buy clothes use given and eliciting information تبغي تشري كبوت وسول تي على البلاس في كي بيعوا الملابس يعني خس تسول على شي ما حل كي بيعوا في الملابس هنا غدي تدير حل شكل ديال حوار ولكن غدي تستعمل given and eliciting information وهو سهل اللي خس تكون عارف وهو هما expressions ديال given and eliciting إلا ما كنتش عارفهم فما غديش تعرف جاوب على هات السؤال واختصر الوقت فأنا كنت دجا صوبته فإذا شنو قلنا هذا a وهذا b لدي دير السهم يعني هو شخص ثاني do you know a good place to buy clothes يعني واش كتعرف شي بلاس في كي بيعوا الملابس well let me think for a minute yes there is a boutique on the second street نحن استعملت الexpressions لما طلبنا given and eliciting do they have wall sweaters واش عندهم الكباب ديال الصوف i'm sorry هذا هو الexpressions i'm sorry i really don't know انا اسف سمح لي انا بصح ما عارفش سافي اذا نكون سلينا الحلقة اليوم نتمنى ان المتيحان يكون فادكم ويساعدكم وبتوفق ان شاء الله في المتيحاناتكم ان شاء الله غليكن غير الخير الى عجبتكم الحلقة اليوم ما تنسونيش لايك شكرا جزيلا لكم على التعليقات زوينة ديالكم وتحفيزية شكرا لكم بزب نتلاقا لكم في الحلقة القديمة في درس جديد نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر